خلينا نروح بقى كمان لخبر من وزارة التضامن الاجتماعي ايه وزارة التضامن عملت ايه؟ اعلنت ان اجمالي عدد الاسر اللي بيتم تقديم دعم نأدي سواء من تكافل وقرامة او ضمان اجتماعي وصل الى ما يقرب الى 3.650.000 اسرة تقريبا بيعادل 14 مليون مواطن بتصل مساعدات ليهم من خلال زي ما قلت لحضراتكم برامج تكافل وقرامة حوالي 1.239.000 مستفيد بتكلفة بتصل الى 556 مليون في الوقت اللي وصل فيه صرف مساعدات تكافل لحوالي 2 مليون مستفيد بتكلفة بتصل الى 1.16.000.000 جنيه بالاضافة الى دعم الضمان دكتورة ديفينا القباج وزير التضامن اكدت كمان ان الفقر تراجع 5 درجات بالوجه الابلي وده رقم مميز جدا طبعا بسبب ما يقدم من مساعدات اللي قلناها لحضراتكم العدد بيزيد اول باول لما برجع شغل وزارة التضامن في كل برامج الحماية بتاعتها مش بتكلم بس على تكافل وقرامة بتكلم على رفع نسب المعاشات بتكلم على تكافل وقرامة بتكلم على اتنين كفاية بتكلم على مبادرات كتير اتعاملت من نوفمبر 2016 مشت متوازية مع الاصلاح الاقتصادي عشان تقدر تسند مجموعة وشريحة كبيرة من المواطنين المصريين اما لا ان دلوقتي 14 مليون مصري مستفيد دلوقتي من برامج الحماية الاجتماعية ده شغل محترم جدا ولسه لسه عايزين بنطمح اكتر في وزارة التضامن يكون عندها مزيد من قاعدة البيانات اللي شايفة يعني هي حددت في الخبر هنا الوجه الابلي لا لسه فيه في الوجه البحري كمان شوية لسه فيه في المحافظات الحدودية شوية انا عارف ان هي عاملة شبكات دكتور نوفين شغالة بيها سواء مؤسسات المجتمع المدني او سواء كمان القطاع الخاص ولكن كل ما نوصل لاهلين اكتر المستفيدين والمحتاجين بيبقى شغل محترم جدا كل ما نصق كمان مع مؤسسات المجتمع المدني ليه لان كل مؤسسة وغدة شريحة وغدة قاعدة بيانات شغالة عليها الشغالة عليها بقى دي ممكن يبقى فيه كمان ازدواك في ده المؤسسة دي شغالة عن نفس الناس فوزارة تضامن بقى عملت ايه قاعدت مع كل المؤسسات دي وقد بدأت تشتغل بقى ان كل واحد يقدر يصل له الخدمة ازاي فده برضو شغل محترم جدا من دكتور نوفين هنتابع شغلها اول باول ونحاول تكون موجودة معنا كمان الفترة اللي جاية تحكي لنا اكتر عن تفاصيل كل برامج الحماية الاجتماعية انا بسمي وزارة تضامن هي ظهر المواطن المصري فلازم تكون موجودة في معظم الاوقات